فالمسيح عندما قال أنا هو نور العالم على طول في إصحاح تسعة بينقل أو الكاميرا الإلهية بتنقلنا إلى مكان تعيس إلى شخص عم بيستعطي في منطقة مزدحمة جدا من السكان ولأنه كانت خلص العيد عيد المظال والناس بعدها في أورشاليم وجاء المسيح وأول ما نظروا التلميذ سألوا من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ثم قال يسوع ينبغي أن أعمل أعماله بما دام نهار يأتي ليل خلاص يعني يمكن الفرصة تروح فوجود المسيح كان بركة ووحد من خصائص المسيح هو الذي يفتح العيون وهنا منشوف أنه خلق عيون زي كأنه في شيء ناقص في هذا الخل فطبعا صنع من التفل طين وطلع عيني المولود أعمى وطلب منه قال له اذهب اغتسل في بركة سلوان ومثل ما شفنا بالفيلم أنه اغتسل ورجع وكان بصير فقامت الدنيا قامت ضجة الجيران أهله الفرسيين استجوابات متعددة لكن هذه القصة أحباء رغم أنه هذا الأعمى لم يعرف من الذي فتح سوى الاسم إنسان يقال له يسوع وبعد شوي الإعلان ابتدى يتدرج قال إنه نبي يعني ابتدى الإعلان يرتفع شوي أكتر ولما صار الاستجواب أشد يعني على هذا الشخص بدل ما يشكر الله ويفرح لهذا الإنسان اللي كان مولود أعمى وفتحة عينا فسألوا قال يعني أهو خاطئ لست أعلم أعلم شيء واحد كنت أعمى والآن أبصر وهي شهادة كل شخص مؤمن بالرب يسوع المسيح كنت أعمى والآن أبصر